كيف تتهم موسكو بتدبير انقلاب على زيلنسكي وموسكو تتجاهل فقد اعتقلت سلطات الأمن الأوكرانية أربعة أشخاص ووجهت لهم تهما بإثارة الطرابات عامة تتسبب في إطاحة الحكومة زامنا مع احتفال أوكرانيا بيوم الدستور أجهزة الأمن الأوكرانية اتهمت موسكو بتدبير محاولة انقلاب قائلة إن المتهمين عملاء لأجهزة روسية وأن مهمتهم كانت تغيير القيادة السياسية والعسكرية من خلال احتلال مناطق حيوية في العاصمة كيف وبالتحديد مبنى البرلمان ثم تنصيب حكومة موقتة لإدارة البلاد حتى اللحظة موسكو لم تعلق على اتهامات كيف بتدبير الانقلاب من كيف ميكولا باستون أستاذ في جامعة كيف وباحث سياسي أوكراني هل عمليا نتحدث عن محاولة كانت فعلا للانقلاب أم المسألة متعلقة بشيء مختلف مجرد احتجاجات يعني مظاهرات ضد سياسة مثلا زيلنسكي بخصوص الحرب مع روسيا مسألة خير بالنسبة لحقيقة من هذا الحديث طبعا نحن حتى الآن لا نعرف كل التفاصيل وسننتظر إلى نتيجة التحقيقات ولكن أريد أن أشير إلى أن كانت هناك كثير من محاولات لإسقاط النظام في أوكرانيا منذ بداية الغازو الشامل وحتى قبل بداية هذا الغازو وكانت هناك محاولات عديدة لاغتيال القيادة العولية للبلاد ورئيس الدولة وغيره وأمر واضح أن روسيا لا تتوقف من مثل هذه المحاولات فقط تغير شكلها وفقا للظروف الراهنة الآن من الواضح أن الخطط الأولية لروسيا لم تتحقق الحرب السريعة الحرب الخاطفة لم تتمكن روسيا من خوضها ولذلك هي تبحث عن طرق أخرى لتحقيق أهدافها وفرض سيطرتها على أوكرانيا هل هناك يمكن للقول أستاذ ميكولانو أحيانا إذا أراد زعيم أن يتخلص من خصومه مثلا يفتعل مثل هذه المسألة يعني ربما يستشعر زيلنسكي خطرا من بعض الشخصيات فلكي يتخلص منهم جاء ذلك بذريعة وجود محاولة انقلاب هذا وارد؟ مبدئيا نظريا يمكن أن نفترض هكذا ولكن في هذه الحالة لم تتم إشارة إلى أشخاص يعني زهمة المغارضة السياسية مثلا أي أشخاص يمكن أن يكون خصوما لزيلنسكي هناك إشارة إلى الاستخبارات الروسية وطبعا القيادة الروسية لا يمكن أن نقول إنها خصوم للرئيس الأوكراني طب أنت قلت شغل إنه روسيا ستبقى تحاول اعتماد هذا الأسلوب أي مخاوف من انقلاب في أوكرانيا أكيد سيكون متعلق بالجيش الجيش هل يعني يضمن زيلنسكي بأنه ما زال الجنرالات فيه كبار الضباط فيه موالين له حتى الآن لا توجد أي إشارات إن يوجد هناك خاطر كلاب عسكري أو ثورة الجنرالات الجيش الآن طبعا توجد هناك نزاهات داخلية في المجتمع الأوكراني وماضى وقت التوحيد القوي للقاوم في الشهور الأولى لهذه الخرب ولكن مع ذلك يوجد هناك واحدة بشاطة ناظر أنه يجب استمرار المقاومة لإبقاء أوكرانيا كدولة مستقلة ولذلك ليس كل واحد في أوكرانيا راض بمثلا زيلنسكي ولكن يوجد هناك الرأي العام أنه في هذه الظروف في هذه الحالة لا يمكن تغيير القيادة الأولى وخاصة بطريقة عنيفة هذا سيؤدي إلى إنهيار الدولة على آية حالة وحتى المعارضة حتى الناس غير راضين من زيلنسكي يفهمون ذلك وبالتالي أنا لا أتوقف أن من الممكن الخوف من محاولات انكلاب من طرف الجيش طيب المشكلة أن هناك من يتخوف حتى يعني من الأوكرانيين بأنه قد تضحي أمريكا لاحقا بأوكرانيا وإذا تطورت مثلا يعني أقول أوضاع في الشرق الأوسط فأولوية أمريكا إسرائيل وحينها ليس أوكرانيا ويقولون أنه الرئيس الروسي بوتين قد يستثمر يغتنم هذه الفرصة لحسم المعركة في أوكرانيا نعم وخدث ذلك منذ أكثر من نصف سنة عندما بدأت الخرب في غزة وبدأ ذلك كان توقف طويل الأجل في المساعدات الأمريكية وربما ليست هناك ربط مباشر ولكن هذه الأحداث طبعا أثرت على العمليات السياسية الداخلية في أمريكا وكانت أوكرانيا والمجتمع الأوكراني والجيش الأوكراني يعاني كثيرا من نقص الزخيرة لكن في نهاية المطاف انخلت هذه المشكلة وحصلت أوكرانيا على مساعدة كبيرة واخذ رغم استمرار الحرب في غزة حتى الآن والسؤال القزن قد يجد مثلا وهو مجرد سؤال افتراضي بعض الأوكرانيين أنه الأولى أنه إذا كان ستكون هناك تضحية بأوكرانيا من قبل الولايات المتحدة والغرب فأنه نستبق الأمور ونغير النظام ونتقارب مع روسيا التي ستكون ربما هي الأنفع والأفيد لنا من الغرب بسؤال افتراضي يعني بالنسبة لي نعم سؤال افتراضي ممكن بالنسبة للتفضية أوكرانيا كل شيء للعسف ممكن في هذه الدنيا ولكن افتراضيا إذا سقطت أوكرانيا هذا سيؤدي إلى تقوية روسيا إلى حد كبير وبالنسبة للدول الغربية ليس سرا أن روسيا تتطلع إلى توسيق دائرة سيطرتها وفرض سيطرتها على دول في شرق أوروبا ودول أعضاء ناطو التي كانت تحت سيطرتها السبيتية سابقا وهي لن تتوقف في أوكرانيا على لاقص هي ستستولى على موارد أوكرانيا المادية والبشرية وبعد تغزيز إن كانتها الهجومية هي ستواصل هذا الهجوم وأعتقد أن ليست هناك شكوك في الدول الغربية أن يمكن تطبيق علاقات مع روسيا بسامن تسليم أوكرانيا كضحية لروسيا طيب قلت أنه هذا سيظهر روسيا قوية روسيا هذا هو هدفها يعني وأنه لن تقبل الهزيمة في أوكرانيا وستواصل وتواضب بكل الأساليب لحسم المعركة حتى لو من خلال يعني تهيئة ضباط في الجيش للانقلاب على زيلنسكي بالتالي الذي يعني دفع الثمن مع هذه المواجهة بين روسيا والغربية أوكرانيا نعم روسيا ستستمر في محاولات في مجالات مختلفة والخرب الإعلاني طبعا مجال مهمة جدا في هذه الحرب ولكن بنسبة لإثارة انقلاب هذا أمر ممكن إذا كانت هناك ظروف داخلية في المجتمع الأوكراني موالية مواطئة لذلك الآن لا نشهد هذا يمكن أن نتذكر ثورة عام 2014 أو ثورة قبل ذلك ثورة برتقالية 2004 كان المجتمع كان المجتمع الأوكراني مستهدا داخليا لثورة ولإسقاط النظام كان هناك إجماع في الجزء الأكبر في موزم المجتمع الآن طبعا لا يوجد مثل هذا الإجماع ولذلك كل هذه المحاولات ستكون فاشلة طيب يعني روسيا هي تعتقد وتظن أو تعتبر حتى أنه الانتخابات يعني اللي جاء فيها يعني أو ذهب فيها الرئيس الموالي لروسيا عام 2014 إنما لم تكن انتخابات كانت انقلاب علي وردت روسيا وقتها بالسيطرة على جزيرة القرم وضمها إذن روسيا تعتقد بأنه ما زالت تريد أن تنتقم أو تثأر لما اعتبرته انقلاب آنذاك نعم روسيا تقول هكذا هذا هذي وجهة نظرهم ولكن الانتخابات الرئاسية في أوكرانيا في عام 2014 اضرفت دوليا وقانونيا وحتى روسيا يطرفت بنتيجة الانتخابات ويتطرفت بيترو بروشينكو كرئيس للدولة ولذلك أعتقد أن هي استهدمت هذه الثورة كزريغة للهجوم لإحتلال الأراضي الأوكرانية لأن قانونيا كانت هناك قانونيا كان الوضع صعبا ولكن برلمان في تلك الفترة في 2014 باقية جهة قانونية وعين قائما بأعمال الرئيس وأجرى الانتخابات الرئاسية وفقا للدستور الأوكراني ولذلك لا يمكن القول أن هناك انقلاب حقيقي شكرا لك من كيف ميكولا باستون أستاذ في جامعة كيف وباحث سياسي أوكراني ترجمة نانسي